اشتركوا في القناة النائب السابق ونائب رئيس مجلس النواب السابق غازي أبو جنيب الفايز أهلا وسلام بك يا سيدي الحديث معك طويل تفاصيل كلها عندك سلام عمرك في الأردن هل يوجد معارضة؟ أولا شكرا على زيارتك الكريمة وشكرا للأخوان في منصات أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله بالنسبة لمصطلح المعارضة المعارضة هي لازم يكون فيه حزبين حزب حاكم وحزب آخر يذهب إلى المعارضة والعكس صحيح يعني هذا بالنهاية تعكم صندق الاقتراء ما في شيء اسمه معارضة بالمطلق ولم ولا بالمطلق لكن ما يجري الآن كون أنه لحد الآن ما وصلنا إلى الحياة الحزبية الحقيقية ومستوى اللي يطمح إلى الشعب والقيادة اللي هو تداول السلطة فلذلك تجد أنه في بعض الأشخاص عندهم غيرة على البلد وغيرة على مصرحة الوطن فلذلك تجدهم أصواتهم عالية ينتقدوا والانتقاد هو مشروع لكن للأسف البعض يسمي المعارضة هي معارضة للنظام والحقيقة هي ليست معارضة للنظام لأن النظام متفق عليه من جميع شرائح المجتمع الأردني وكل أنواع الطيف السياسي لكن الانتقادات توجه للأماكن اللي فيها خلل أو خطأ لتصليط الضوء على هذا الخطأ لكي تنتبه القيادة أو المسؤولين أنه في خطأ أو خلال في هذا المكن والأردن حالة استثنائية عن العالم كلياته أبرز الأحداث التي يراهن عليها الآخرين خارج البلاد أن الأردن داخل على بحر من الدماء أبرز المحطات اللي وقع بها الأردن خرج منها الأردن دون قطرة الدماء هذا طبعا كلام جميل ودلالة واضحة على أنه الشعب الأردني شعب واعي وشعب مسؤول وحريص على أمن استقرار البلاد وأيضا قيادته قيادة غير دموية فعندما تلتق القيادة خليني أحكد قيادة الحاليمة مع الشعب الواعي أعتقد هذه النتيجة اللي راح تكون بالنهاية أنه الأردن لا يمكن أن يصل إلى مرحلة الدماء أو مرحلة العنف الغير مقبو لذلك لا نخرج من بين قوسي المصلحين والإصلاح إن شاء الله تردي الأوضاع الاقتصادية أسواق كانت تزاحم للأقدام وكانت محجلة كل سياح العرب أو أخوتنا العرب وغيرهم أسواق كانت مقتضة بالناس الآن أسواق محزنة شوارع مهجورة محلات مغلقة لأينا نحن ذهبين يا سيدي إن شاء الله نذهب للخير بإذن الله نتفائل بالخير لكن حقيقة هي تتخبط الحكومة وتخبط سياسات الحكومة في اتخال قراراتها وخاصة القرارات الاقتصادية وأيضا القرارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية هي اللي أدت إلى تردي الأوضاع الاقتصادية يمكن الموقف السياسي للأردن له دور في المحاصرة كلها متشابكة الدور السياسي والدور الاقتصادي وأيضا الدور الاجتماعي يعني هذه حلقات السياسة أو خلينا نقول الاقتصاد هو اللي يوجه السياسة وتصرفات السياسية هي الآن عكاسات إيجابية أو سلبية على الوضع الاقتصادي والوضع الاقتصادي عندما يسوق يؤثر على الوضع الاجتماعي على حالة المجتمع فالآن للأسف تخبط الحكومة في اتخاذ القرارات والتشريعات ورفع الأسعار ورفع الضرائب والأمور الغير منطقية حقيقة أوصلت البلد إلى هذا المستوى الأردن كان يعتمد على المستثمرين والاستثمارات الخارجية وسعينا كثيرا يعني إن كان القطاع العائم إن كان الرسميين أو إحنا كرجال إلنا علاقاتنا الدولية أو علاقاتنا بالمحيط العربي جبنا استثمارات لكن للأسف المستثمر لما يجي يصطدم في الكثير من التجاوزات في الإجراءات التي يتم إن كان إطالة خلينا أقول التأخير في عملية الإجراءات أو للأسف وهذه للأسف أحط تحت 20 خط للأسف أنه فساد بعض المسؤولين المسؤولين اللي ما يستفيد من المستثمر يحط له كل العوائق بشير يروح قبرص وتركيا ومصر نعم حكينا عن هجر المهجرين التجار ورجال الأعمال وصغار التجار الآن يشتغلوا في مصر ويشتغلوا في الإمارات ويشتغلوا ويعيدوا في بناء نفسهم من جديد طيب ليش ما يعيدوا بالبلد هنا في بلدهم لكن للأسف الإجراءات قانونية والإجراءات التشريعات ورفع الأسعار وعدم دعم الحكومة أو الوقوف للحكومة مع هؤلاء التجار أجبرتهم على الهجرة في ذلك هذا العكاس سلبي على البلد إذا التاجر يهرب المواطن ما عنده إمكانيات مالية أنه يشتري والقرارات التي تصدر من الحكومة وتصريحات رئيس الحكومة خليني أقول المتناقضة يعني قبل فترة كنا شوي يعني مرتاحين لما قال القادم أجمل حتى لو كان يعني هو يعلم أو لا يعلم أنا أحكي عن دولة الرئيس لكن حقيقة أمس أو قبل أمس قبل يومين صدمنا أنه يقول السنتين للجاهيات هذا يعني وضع اقتصادي سيء فشواء التناقض اللي قاعد يصير هذا لا يعطي طمأنينة ولا استقرار لا للمواطن ولا للتاجر ولا للمستثمر فلذلك تهريب خليني أقول رجال الأعمال الأردنيين خارج أردن هذا صار ضرورة من جور الحكومات يعني مش والله مش والله حبا أنه بده يهاجر أو طمعا في مال أكثر أو طمعا في إيجاد فرص عمل أكثر الأردن فيها فرص عمل كثير لكن للأسف لا يوجد رعاية حكومية بالعكس هناك تعطيل وتعطيل آمل أن لا يكون ممنهج أحصائية مرعبة لعدد الغارمات والمطلوبين للتنفيذ القضائي في الأردن والهاربين في دول محيط الأردن هل تعتقد أن موضوع العفو العام حل المشكلة؟ دعني أحكي لك العفو العام هي سمة طبيعية عند كل دول العالم أن يحصل العفو العام والعفو العام هو مربوط بقانون والقانون يعني في عفو عن كثير من الجرائم والمحكوميات ويستثني بعض اللي هي من جرائم التجسس والمخدرات وهبك العرض وغيرها يعني أي شيء يأثر على أمن الدولة لكن الحقيقة أنه الغارمات الغارمات حوالي 18 ألف والمطلوبين للتنفيذ القضائي بمن فيهم الغارمات 250 ألف هذا كلهم معظمهم دعني أقول ليس جرائم وإنما قضايا مالية قضايا مالية هذه تستطيع الحكومة بالتوافق مع الدائن والمدين أن تصل إلى نتائج وأنا أعرف قصص كثيرة أنه دائم مديونين في عندهم أملاك وفي عندهم أمكانات لكن تعطيه وقت وقت أنه خلص نهات الأردنين مزعوا شكيات يرحم ولديك يعني في من الدائنين تعاونوا مع الناس لكن أنا أرى أن ليس هناك دور للحكومة في عملية تقريب وجهات النظر بين الدائن والمدين يعني كأنه صار بينهم خصومة مش قصة ولا أنا أخذت منك وأنت أخذت مني وموضوع إذا فكرنا يعني شوي أكثر تجد ما ينفقه تنفقه الحكومات على المساجين لو سددت فيه صحاب الديون صحيح ممكن يعني يحل جزء من المشكلة يعني مأسى لما نحكي أكبر وأكثر أكبر وأكثر المستثمرين في الإمارات أردنيين أردنيين نحن نرجع للدائن والمدين نعم الآن في ظل القانوني للدفاع أعطوهم مهلة للدائن والمدينيين أنه فترة مش أن ما ينحبسوا طيب انتهت الفترة وكل دائن بده ينفذ على المدين هل تستوعب السجون هذا العدد الكامل الرهائل أيضا هذا العدد إذا ما استكناهم عطيناهم بالسجن بـ 52 ألف كل واحد على الأقل وراء مرته أمه وأبوه أخته وأخوه أو أولاده تلاقي لك مليون واحد شردناه بالشوارع فيجب أن يكون هناك حل يضمن حقوق الدائنين وبنفس وقته يسهل يسهل للمديون أنه ممكن يشتغل ويعيد عجلة حياته الاقتصادية من أول إلى مجدد أنا أذكر أحد البنوك البنوك الأردنية هذا الحكي قبل حوالي 30-40 سنة أحد المقاولين كسر وعليه كذا مليون راح أعطاه كمان مبالغ زيادة مشان يرجع يوقف عنه مشان يسدد لكن الآن البنوك وغير البنوك قبل ما يقع التاجر أو قبل ما يقع المقاول أو قبل ما يتأثر بس يسمعوا أي شبه حتى عن طريق الجريدة الجريدة لو كان عليه قضية بالمحاكم قضية مشاجرة رأسا يروحوا يعملوا عليه مثل الحصار ويسحبوا البساط من تحته يقول له يقع انكسر انت الحالك فهذا الحكي يريد إعادة نظر في عملية التعامل بين البنوك وخاصة البنوك ورجال الأعمال أو التجار أو المقاولين هل تعتقد أن العفو بعيد أو قريب؟ أنا أتأمل أن يكون قريب أنا أتأمل أنا يعني ما في عندي معلومات لأنني أنا مش قريب لدوار صنوع القرار لكن أنا الجو العام يوحي أنه ليجب أن يكون هناك إن شاء الله مخزون الغذاء الأردني الحكومة تتحدث عن مخزون الأردن للغذاء ونتفاجأ أنها تتحدث عن القمح والشعير المخزونات الأخرى تعتمد على التجار فيهم ما هو التاجر لا يستطيع التخزين أكثر من ثلاث شهور كون بضائع عليها تاريخ انتهاء أول ما نتحدث عن الأمن الغذائي وخطر أزمة الغذاء العالمية جلالة الملك هل ترى حصلنا مواطننا من أن نقع بهك أزمة؟ يا سيدي ما يتحدث فيه جلالة الملك هذا بواد وما تقوم به الحكومة بواد آخر وما تتحدث فيه الحكومة أصلا هو عكس توجهات جلالة الملك أنت حكيت عن مخزون القمح والشعير أكبر دلالة على أنهم مش مهتمين في عملية المخزون الغذائي أنهم نسفوا الفجر والصوامع في العقبة وحسا حطوها في صرنا للطرق نرجع للطرق البدائية في عملية تخزين القمح والشعير هاي وحدة اللي يقول لك أنه فيه مخزون لثلاثة شهر وأربعة شهر أنا أقول كلام لا أنا عن تجربة وبعرفها أنا بدي أحكي عن مادة وحدة اتركوا القمح والشعير فهمنا عليه موضوع اللحوم موضوع اللحوم الآن محصور لمحتكرين أكم واحد محتكر بدون أن نذكر أسماء هم اللي يتحكموا في عملية السعر والوقت ومتى ينزل ومتى يطلع وأنا إلي تجربة وبحكيها من خلال قناتكم المحترمة أنه في إحدى الأيام كنت أنا جالس مع أحد رؤساء هيئة الأركان ونتحدث في عملية تزويد الجيش باللحوم أنا حكي لي صراحة الله يرحمه حكي لي أنه إحنا يتحكم فينا الشركة الفلانية وفي يوم من الأيام وصل التحكم مش بالمواطن بالجيش أنه انقطع الجيش ما عنده غذاء لبكرة يطعم الجيش مع خبر أنه رئيس هيئة كان يتصل مع التاجر يقول له بدنا لحوم بس لبكرة بعد بكرة لما تصل شحنتنا رفع عليه رفع عليه السعر فوق العشرين بالمئة لأنه محتاج طب أنت بدل ما يكون عندك حس وطني يا تاجر يا شركة ما أبدو يقول يا تاجر وانت مستفيد من القوة المسلحة ما تقولهم والله يخوذوا وتعطوني بعدين قالهم لا بدكم تعطوني لأنه محتاجين أعطوني وهذه أنا أشهد فيها أمام الله أنه قيلت من رئيس هيئة الكان سابق الله يرحمه فلا تصدق أنه في شيء اسمه مخزون غذائي ولا تصدق كل شيء تطرح الحكومة وتحكيه وللأسف هذا الشيء أنا أحكيه وأنا متألم داخليا أنا بدي أنه حكومتنا نصل لمرحلة من الثقة أنه أي كلمة يتحدث فيها الناطق باسم الحكومة أنه نقول هذا اللي بد يصير لكن الحكومة عودتنا خلال الفترة السابقة أنه اللي إذا قالت لك لا اعرف نوعه وإذا نفت شيء إنها أكدته للأسف غزو العولمة واختراقات أجهزة الحسوب والهاتف وبرامج التجسس أصبحت ملك شخصي يفتح الكاميرات الهاتف ويتنصت على الأسرة والبيت ويدخل على الخصوصيات هل حصنت الحكومة مواطنة من هذا الخطر؟ لا أعتقد ذلك وهذا الدور على وزارة الاقتصاد الرقمي يجب أن تدخل في ما يخدم المجتمع كامل لكن المواطن والحكومة والديوان والأجهزة كاملة هذا أمن وطن أمن أمن نعم لكن للأسف أنه وزارة الاقتصاد الرقمي كأنها مكتب بس للحكومة يخدم جهات أمنية أو جهات سياسية معينة ولا يخدم المجتمع الآن يعني بلش الواحد مش أمين أنه على بيته على أولاده على كذا من وسائل التواصل الإلكتروني أو تلفونات أو أي شيء لكن للأسف أنهم أصبحوا يوجهوا يوجهوا هذه الوزارة توجه كل خدماتها لخدمات الأمنية فقط وليس لأمن المجتمع كامل صحيح صحيح أزمة الفردية في الأردن دائماً وزارة تقدم مشاريع ومبادرات وتفاصيل كثيرة وتنفرد فيها ولا تشارك باك الوزارة هل نعاني من أزمة الفردية في الأردن؟ شوف الفردية هي موجودة يعني معظم أسئلتك تخليني أغل أحكي في الجوانب السلبية وهذا كويس لأن تصريط الضوء على الجوانب السلبية هي لتوضيح موضوع الإصلاح يعني نعم هو جزء من الإصلاح نعم للأسف أنه معظم المسؤولين نعم وزراء أو رؤسة وزرات أو مدراء إن كانوا مدراء دوائر أو الكل يسعى بطريقة فردية وأنانية أن يعمل لي وحده حتى يسجل كريدت إلو حتى يدوم كرسيه سنة أو يوم أو أكثر لم تعمل الحكومة بروح الفريق الواحد كفريق كرة القدم وهذا سبب رئيسي في فشل مع أنه رئيس الحكومة يحب كرة القدم والقصص وكان حارس مرمو لكن للأسف أنهم بعيدين عن العمل بروح الفريق كل وزير يشتغل لحاله بالنهاية ما في رقابة من مجلس الوزراء على الوزراء ولا حتى من الوزراء على موظفينهم إن كانوا مدراء فكل واحد يشتغل على رأسه متى يصير عملية الشعور بالخطر أو الشعور في خطأ لما يقعوا بمشكلة يقولك والله الوزير الفلاني أخطأ أو هذا خطأ وزير نحن ما بدنا تصير عمليات اتخاذ القرارات هي ردود فعل لأخطاء مردودها على الوطن سيئ نحن بدنا الأمن الوقائي الأمن الوقائي مش أمن الوقائي الشرطة الأمن الوقائي إنه إحنا أو خلينا نحكي التدابير الاحترازية قبل وقوع الحدث نعم إنه إحنا لما يجي وزير أول شيء يكون الاختيار بمكانه يعني ما هذا سوالي يعني يكون الاختيار للوزير في مكانه لكن للأسف اختيار الوزراء من يختار الوزراء؟ ما حد يقدر يعرف هلسا في ناس تسألهم مين يختار الوزراء طبعا هو المفروض يعني إحنا بعد ما بيستلم رئيس الوزراء بعد ثلاثة أشهر بغير طاقم الحكومة يرأي تغيره كله يغير أربعة خمسة بس مشان يمدد عمره طب مين عينه كيف يختاره؟ هو اللي يختاره وهي حقيقة هي صلاحية رئيس الحكومة وبمباركة جلالة الملك هم الثنين اللي يقلهم الصلاحية في عملية الدخل لكن في تدخلات من الناس كثير تحت جلالة الملك ورئيس الوزراء يدخلوا كل واحد المحاسيب والقرائب والأصدقاء والنسائب وانت استعرض لأسماء الوزراء استعرضها يعني كلها نفس ابن الوزير وحفيد الوزير وهذا النسيب فلان يعني وصلت بعض الوزراء يقول يا عمي أنا نسائب الجزائي بناتي ما لحقهم دور لازم لحقهم دور نعم كفاءات على مستوى عالمي من خبراء الأردن الجيولوجيين هم بصدروا كفاءات لخارج الأردن وخارج الدول العربية تقريرهم تتحدث عن كم هائل ووفير من الطاقة والثروات ولا زالت الحكومة تنكر وجود هذه الثروات هل هو موضوع سياسي أو موضوع سيادي موضوع الثروات الطبيعية أنا عندي قناعة تامة حتى لو لو اختلفنا مع الحكومات بالرأي أو حكاة خير العاكي أنا أختلف معها الثروات الطبيعية الأردنية بالأردن موجودة إن كان إنحاس أو ذهب أو سيليكا أو يورانيوم أو بترول أو غاز كله موجود الأردن هو جزء من عالم المحيط فيه والثروات الطبيعية ما رح تروح والله لأن الأردن حدودها هيك ما رح نتحرك لكن هو قرار سياسي قرار سياسي يمس السيادة الأردنية سياسي يمس السيادة الأردنية ما حدا الجراء يحكي قبل لك هذا أنا بحكي لك أنا أتحدى وما يجري الآن على أرض الواقع في موضوع الأبارة الارتوازية الأبارة الارتوازية أنا أحكي ليها وزير المياه الحالي أنه مش قادرين فيه اتفاقيات مع العدو الصيوني أنه المياه علينا يعني لازم يكون فيه عليها ضبط أكثر إحنا ملتزمين هم مش ملتزمين حتى الساعة السدود موضوع كل هذه افتعال تنعمل هذا ممكن يزعى الرئيس الحكومة ووزير المياه يقول لك أعمي أنتوا قاعدين تعملوا إشاعات أو تعقوا كلام أنا أتحدى واحد منهم يوقف قدامي أنا أحكي معه بالمعلومة بالمعلومة وبالكلام الصحيح وبالوثاء أنه موضوع المياه بالأردن موضوع مفتعل إذا وزير المياه يحكيلي أنا شخصيا يقول إحنا ما بنقدر إلا نردم الأبار حتى نقدر ناخذ قروض من بنك الدولي وزير يحكيها الحكي هذا أنا معي شهود على هذا الكلام ويطلع يطلع والوزير أو أي واحد في الحكومة يقول لي والله الوزير ما حكى لما وزير يعترف فأقول له قلت له هذا الحكي اللي تحكيه هذا يمس بالسيادة الأردنية أنه أنت ما إليك سيادة كوزارة المياه ما إليك سيادة على ميتك أنت اللي حدد القوانين أنت حدد مين المستفيد أنت حدد اللي بدك إياه بالقانون لكن ما تقول أنه ولا أنا حتى ما يزعل علي الطرف الآخر ننتقل إلى الشق السياسي لا لو سبحت لي بس أكمل في موضوع الثروات الثروات الطبيعية أنا في فترة من الفترات نعم على أيام حكومة عون الخصاون الله يسهل علي جلست مع مستثمرين من دول الخليج مستثمرين أردنيين في دول الخليج قالوا ينعملنا قانون خاص في مجلس النواب لصندوق المستثمر صندوق المخترب أردني نعم وإحنا مستعدين أن ننضخ في هذا الصندوق 20 مليار ونستثمر في الثروات الطبيعية أردنية الأردن فيها ثروات طبيعية غنية الأردن فيها كفاءات من أوائل الدول بالعالم الكفاءات الأردنية موجودة في كل دول العالم سعيد أريد أن أقول لك والله في دول الجوار بس وعندنا كفاءات وعندنا أمكانات وأبنائنا المغتربين في عندهم كمان أمكانيات أنهم يضخوا في هذا الصندوق في إحدى الدول العربية استخرجوا الغاز ما طلبوا شركة من برة تستثمر أسسوا شركة وطنية ساهم فيها كل مواطن اللي بيع ذهب برته اللي يرهن بيته يأخذ من البنك عملوا شركة عملاقة بفلوس أبناء الوطن واستخرجوا الغاز وهم الآن الدولة الأولى في عملية تصدير الغاز ليش أنا أقترع على الحكومة من خلال هذه المنصة الطيبة أنه تنعمل شركة وطنية مساهمة مساهمة لكل المواطنين وتساهم فيها الدولة ويساهم فيها الضمان يعني بدل الضمان ما قاعد يشتغل الآن بس يقدنم قروض للحكومة لا خليه يساهم أنا في استخراج التروات الطبيعي البنوك البنوك خليها تساهم الشركات إذا عجزنا هو موضوع قرار مش موضوع اقتصاد لا لا هو قرار نحن بدنا القرار من الحكومة بدنا القرار من الحكومة بالسماح بتأسيس شركة وطنية مساهمة عامة لاستثمار الثروات الطبيعية إن كان نحاس أو ذهب أو يرانيوم أو بترول أو غاز قبل فترة أحد الأخوان حكى قال مدام الحكومة تقول والله ما في بترول بالأردن طيب إذا ما في مثل أمريكا خلي كل مواطن معه أكم دينار يتعاونوا هالناس يحفر في منطقته اللي يطلع عنده بترول يعطيه للدولة صحيح يعني إحنا ما إحنا طالبين المعجزات إحنا طالبين إنه بس قراراتكم ما تكون جائرة للأسف تسلط هذه القرارات يعني يعكس على المواطن بالنهاية وعلى الوطن نعم فيجب على الحكومة أن تكون منسجمة مع نفسها ومنسجمة مع المواطن الأردني نعم مؤتمر العقبة الذي عقده في مدينة العقبة مؤخرا دول موجودة ورعاية أمريكية لهذا المؤتمر بنفس الوقت حكومة يمنية متطرفة لدى الاحتلال قالوا في ما صدر بالعقبة يبقى بالعقبة وقدروا ظهرهم إلهم أستاذ محمد يعني هذا هذا مؤتمر للأسف هذا مهزل ليس مؤتمر يعني مؤتمر قبل وبقى كم يوم مجزرة جنين و أثناء المؤتمر ما حجره في نابلس و جنين وغيرها ومع ذلك إحنا هللنا وكبرنا لهذا المؤتمر والطرف الآخر اللي هو اليمين المتطرف وانت عارف أسماءهم قالوا بما معناه نعملوا اللي بدكم إياه ونحن نعمل اللي بدنا إياه يرحم ودي يعني وزير لما وزير بالحكومة نتنياهو يتحدث يقول ما تم في العقبة يبقى بالعقبة يعني أنا اعتبرها على المستوى الشخصي هي مسبة مسبة للدول المستضيفة للمؤتمر وللدول العربية المشاركة كانت فلسطين قضية عربية الآن الأردن وحيدا في الشراكة بالمقامة الفلسطينية والدفاع عن فلسطين شوف الأردن الأردن طول عمره وسيبقى بإذن الله من أوائل الدول يتدافع عن القضية الفلسطينية لأكثر من سبب والسبب الرئيسي أنه الشرق النهر وغرب النهر هم يعني أخوان وأهل وهم الأولى في الفزع والدعم اللي هم الأردنيين نفزعوا الأخوان هم الفلسطينيين حقيقة أن جلالة الملك هو من يقود الحديث والدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافلة الدولية على الصعيد السياسي مع أن الحكومة بعيدة كل البعد عما يقوم به جلالة الملك أنا أحكي عن وزيرة خارجية يعني وزيرة خارجية صوته مش مسموعة يعني هذا الدور دور وزارة الخارجية ودور حكومة لكن الحقيقة أنه اللي كان بهذا الدور هو جلالة الملك لكن أخشى ما أخشى أنا بعرف أنه الدول العربية تخلت عن القضية الفلسطينية كثير من الناس يقول أنتو الأردنيين وقعتوا معاهدة السلام وكذا أول شيء الأردن لم توقع لوحدها وقعت بعد مصر وبعد فلسطين أصحاب القضية الأردن إجت بالمرحلة الثالثة لكن للأسف الآن هناك دول عربية هي تهرول إحنا الأردن يعني مرت عملية معاهدة السلام بحلوها ومرها مرت في مراحل مراحل صعبة إلى أن وصلنا إلى هذه النتيجة وإحنا كشعب أردن ومش قابلين فيها ومش مطبعين ولا نطبع لكن بعض الدول الآن تهرول إلى عملية التطبيع مع إسرائيل بدون مقابل وشعوب نعم هذا هذا قاعد يحصل ف اتفاقية ودي عربية مثل ما قلت لك هي اتفاقية بين دولتين لكن الشعب الأردني لم يطبع ولن يطبع نعم اتفاقيات التطبيع الخليجية مع الاحتلال هل تلغي دور الأردن كدولة مواجهة لا الأردن هي دولة مواجهة يعني شاء من شاء أو أبا من أبا وأطول خط مواجهة من الدول العربية مع الشقيقة فلسطين المحتلة هو الأردن 650 كيلو متر لكن الأردن الآن يحترم يحترم اتفاقية الدولية ويحترم اتفاقية وادي عربة لكن للأسف الطرف الآخر اللي هم الصهاينة لا يحترموا ولا يرتزموا و على مدى التاريخ للأسف هم ما يرتزموا ولن يرتزموا في أي اتفاقية تقارب الأردني الملحوظ مع سوريا والعراق هل هو مقدم التحالف الجديد في المنطقة أتمنى ذلك أتمنى ذلك طبعا الأردن هو شقيق وصديق لكل الدول العربية طبعا تقاربه إلى التقارب العراقي السوري لن يكون على حساب دول الخليج الشقيقة نحن ويهم على يعني كلنا بنفس المستوى لكن الأردن أبعدت شوي في فترة من الفترات عن العراق وسوريا نتيجة للوضع الدولي العام والوضع العربي العام اللي خرج سوريا من جامعة الدول العربية فالأردن ارتزم في قرار جامعة الدول العربية وهو قرار خاطئ للأسف والآن بعد ما خرجت سوريا وأيضا العراق يعني بلشت تتعافى أعتقد المفروض على الأردن أن يبادر هو إلى عملية مد اليد للأخوان الأشقاء في العراق وسوريا كونهم هم العمق الاستراتيجي للأردن ونحن أيضا العمق أو نحن دولة المواجهة أمام العدو بالنسبة للعراق وأيضا أيضا سوريا والدلالة على ذلك أنه في الثلاثة سبعين الجيش الأردني اللواء الأربعين كان هو في مقدمة الجيوش اللي كانت تدفع عن الجولة عشرون أسيرا أردنيا في سجون الاحتلال يواجهوا أحكاما طاغية بعضهم موقفين إداريين وبعضهم أحكامهم لألاف السنوات متركين لوحدهم هل هم متركين ولا إحنا دورنا للأسف هم من خليني أحكي على المستوى الشعبي هم مش متركين إحنا كنا متعاطفين معهم ونعرف قضيتهم وأنا شخصيا عارف قضية اثنين منهم واحد منهم عمره عشر سنة خدوا أسير من الجسر من أمه وحطوه بالأسر ولحد الآن هو مسجون يعني صار حوالي كم سنة تقريبا عشر سنوات وآخر اسمه ثائر نائل ثائر اللوزي ونائل برغوثي ثائر اللوزي يعني بال يعتبر ناحية أمنية وهو ضرب واحد بالشاكوش يعني هل المشاجرة أو ضربة الشاكوش تستوجب أنه ينحكم عشرين سنة فهذا تقصير حقيقة تقصير من وزارة خارجية أردنية وزارة خارجية ما في يوم سمعته أنا وما في خبر سمعته أنهم يطالبوا في عملية الأسرع على الأقل على الأقل يعملوا رأي عام دولي أنه يعملوا بأي حق أسره وبالمقابل من قتل الأردني في الأرض الأردنية في السفارة السفارة الإسرائيلية نتنياهو طوله عرضه اتدخل واستقبله وقال له يعني بما معناه ما أنام إلا أنت لما تنام مع صاحبتك في إشارة تحدي وبالمقابل نحن في سبات وزارة الخارجية والحكومة عن ما يجري لأبنائنا وقتل الله يرحبه استشهد ما اسمه زعيتر القاضي كمان راح وكثير يروحه لكن للأسف لو أي واحد يحمل الجنسية الإسرائيلية تم الاعتداء عليه من مواطن عادي تقوم من الدنيا وما تقعد فهذا تقصير من الحكومة الأردنية وفي مقدمتها وزارة الخارجية اللي هي متناسية أو متنشة أنه فيه أسرة التزم الأردن ببنود اتفاقية ودي عربا ولم يالتزم الاحتلال بأي بند من بنودها وكان الأردن لديه محكمة منع بايع العقار للعدو ألغيت هذه المحكمة بموجب اتفاقية ودي عربا عمليات تسريب لأراضي القدس والأردن هو الوصي على القدس وليس على المقدسات يسيدي الأردن هو صاحب الوصاية على القدس والمقدسات القدس والمقدسات حقيقة إسرائيل ما تلتزم ولا ارتزمت ولن تلتزم انطلاقا من مبدأ القوة أنهم يشرحون مؤقويا القانون القوي للأسف أنه حكومتنا ضعيفة ما بتقدر تدافع مثل ما قلنا قبل شوي مش قادر تدافع عن مواطن فما بالك أنها تدافع عن أرض ومع ذلك ألغت المحكمة اللي كانت تحاكم من يسرب أراضي أو يبيع أراضي لعدو يعني ساهمت في تذليل العقبات أمامهم حتى يسهلوا لهم أنهم يأخذوا يأخذوا أراضي القدس وأيضا للأسف أنه قبل سنتين ثلاث عملوا قانون أنه يسمح حتى يتسربوا الإسرائيلي يسمح لهم أن يشتروا أراضي بالشرق النهر بالأردن فهل هذه مقدمة لشيء سيء لا سمح الله فنرجو من الحكومة أنها تعدى النظر وتعدى العشرة قبل ما تتخذ أي قرار هي أو مجلس النواب يعني أنا أحمل المسؤولية لمجلس النواب أو مجلس الأمة وحملوا أظن لمجلس الوزراء في ختام حلقتنا لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر للأردني الوطني الحر ونائب النفس الوطني الحر سعادة نائب رئيس مجلس النواب الأسبق غازي أبو جنيب الفايز شكرا جزيلا لك عفو أهلا وسهلا سهلا فيك مرة ثانية والبيت بيتك إن شاء الله إن شاء الله أنه مثل ما قال رئيسي وزراء القادم أجمل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تأمل ذلك إن شاء الله شكرا جزيلا وجمال القادم هو بوقفة الأردنيين مع قيادتهم إن شاء الله شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا